بفقه بل بتفسير بهاتي الدين والذكر سؤال الذكر يدحفنا بنور العلم والفكر بفقه بل بتفسير بهاتي الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى وبعد فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء تنشط في هذه الأيام حركة بعض الناس استعدادا لزيارة البيت الحرام وأداء مناسك الحج وهي فريضة سنوية تقسد بكل شعائرها صور الخضوع لله ومعاني الوحدة الإسلامية وتجمع في زمانها ومكانها جموع المسلمين القادمين من كل فج عميق غير أن أعدادا من الناس لا تزال بحاجة إلى التذكير والتنبيه حول صور من الإجراءات الخاطئة تنشأ بسبب الرغبة الزائدة في تقديم صور الإخلاص أحيانا وبسبب قلة المعرفة والإدراك أحيانا أخرى هذه الصور موزعة حسب تتبعنا لها بين طرائق الاستعداد قبل الذهاب وفي أثناء ممارسة شعيرة الحج والعمر وبعضها يعود إلى البرنامج الشخصي للحاق نسه وفي تقديرنا فإن توفر المعرفة اللازمة لطريقة أداء الفريضة فعيدا عن الفهم الخاطئة سوف يرفع جملة من الآصار والأثقال التي وضعها الناس على أنفسهم فكلفتهم عنة ما كتب عليهم ولا فرض وحلقتنا اليوم ستعالج عددا من هذه الصور بإذن الله وتقدم الحكمة التي تفرض على الحاج أن يستجيب فيها إلى السنة الصحيحة طيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي المفتي العام للسلطنة رجينا منكم أنتم أيضا أن تشاركوا بالأسئلة عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة وكذلك عبر مواقعنا على شبكة المعلومات العالمية فأهلا بكم أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي أيضا الإخوة والأخوات الذين يتابعون ونهنيهم بهذه الأيام المباركة العطرة ونسأل الله سبحانه وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب أمي ونحن أيضا نهنيكم بهذه الأيام الطيبة وكل عام وأنتم بخير بارك الله فضل الشيخ مسألة المحاللة والاستسماح من الأهل والأقربين وتدوين الديون بدأت تنسحب من إجراءات الحج عند بعض الناس إما لكثرة ذهابهم إلى الحج وإما لأن المسافة أصبحت قريبة والمدة قصيرة لا تستدعي كل هذا الاستنفار في المحاللات والاستسماحات وغيرها وربما البعض أيضا يجد حرجا ربما يدخل فيه شيء من الرياء أهل هناك أهمية بالفعل لكل هذه الإجراءات وماذا تعني للقاصد إلى الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن هذا الذي تشيرون إليه في السؤال هو من الآداب التي يذكرها أهل العلم مما يتصل بشعيرة الحج وهي تندرج في تعظيم شعائر الله والله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولذلك فإن استشعار المؤمن لعظم هذه الفريضة التي هي الركن الخامس من أركان هذا الدين الحنيف وتطلع هذا الراغب في أداء هذه الفريضة إلى التجليات التي يستمدها من أدائه لهذه الشعائر في تلك العراس الطيبة المباركة في هذا الإطار الزمني الشريف الذي أعلى الله سبحانه وتعالى قدره وعظم منزلته بأداء هذه المناسك تلكم التطلعات والتجليات التي يحرص هذا القاصد الراغب على استمدالها واستلهامها من مثل هذه المواسم الطيبة المباركة تستدعي منه أن يقوم بإجراءات سابقة يهيئ فيها نفسه فيطهر قلبه من العداوات ومن الخصومات ومما عسى أن يكون قد أصاب قلبه من الغل والحسد والحقل نحو إخوانه المؤمنين فيستبرئ ساحتهم ويعتذر إليهم ويطهر نفسه مما وقع فيه من الذنوب بالتوبة النصوح والاستغفار لله سبحانه وتعالى وبأداء الحقوق إلى أهلها ورد المظالم وتوثيق ما لا يدركه من أداء هذه الحقوق في وصية يكتبها ومرد ذلك كما قلت إلى كون هذه جميعا هي من الآداب اللازمة للحاج اللازم عليه أن يتقيد بها لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ولذلك يقال حجة الإسلام لأنها لا تجب لا تكون فريضة إلا مرة واحدة ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما أودع في هذه الشعير ما أودعه من أسرار وحكم وأحكام وحينما بلغ صاحبها ما بلغه إياه من المنزلة العظيمة ومن غفران الذنوب ومن قبول توبته وإجابة دعائه فإنه علق ذلك كله بتقوى هذا المؤدي لهذه الشعيرة فبقدر أخذه بأسباب التقوى تكون حضوته عند الله جل وعلا ومن أهم أسباب التقوى أن يؤدي المسلم ما عليه من حقوق معنوية كانت أو مادية ولهذا فإن عليه أن يسارع إلى أن يعتذر إلى إخوانه وأن يصل رحمه وأن يصل من قطع من رحمه وأن يبادر إلى توثيق ما عليه من حقوق بل إلى أدائها قدر استطاعته وأن يبسط أخلاقه للناس وأن يراجع نفسه حتى يطوي الصحاف السود التي كانت في سابق أيامه ويقبل على الله سبحانه وتعالى فاتحا صفحة بيضاء ناصعة لكي يكون من المقبولين فالله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين وفي معرض حديثه عن الحج قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب ولذلك فإن هذا من أسباب التقوى هذه الآداب التي نتحدث عنها لا ينبغي التفريط فيها بل الواجب أن يحرص المسلم على أدائها والتزامها والتقيد بها وما وصل إليه حال الناس اليوم من سهولة الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة وإلى العراس الطاهرة ومن يسر أدائهم لها ومن قصر مدة الأيام التي يمكثونها هناك ثم يعودون إلى أوطانهم وإلى أهاليهم لا ينبغي أن يكون صارفا لهم عن أداء هذه الحقوق والتزام هذه الأدام لأنها من تقوى الله سبحانه وتعالى ولأن كل هذه التسهيلات وهذا التيسير لا يؤخر من حقيقة هذه الحياة وأن هادم اللذات يمكن أن يفجأ هذا الإنسان في أي لحظة نعم فيمكن أن ينقله من دار العمل إلى دار الجزاء يمكن أن يهجم عليه ملك الموت في أي لحظة ولذلك لا ينبغي له أن يسوف أو يؤخر أو يؤجل بل عليه أن يبادر وأن يكون حريصا على أبواب الخير جميعا مسابقا إليها منافسا فيها وهذا مما نذكر به أنفسنا وننصح به إخواننا وأخواتنا الراغبين في الحج على وجه الخصوص وإلا فإن الأصل أن يتهيأ المسلم لتلك اللحظة في كل لحظة وآن وفي كل مكان وزمان لكنه حينما يعرض عليه سفر أو حينما يرغب في أداء أمر يشترط فيه تقوى وطهارة النفس فإن هذه الأحكام تتأكد في حقه ولذلك لا يسوغ أن يتهاون فيها أو أن يعرض عنها بالكلية بل لا بد أن يحرص عليها قدر المستطاع والله تعالى أعلم طيب فضلك الشيخ يعني لنبقى في هذه الجزئية ولكن أيضا باختصار ما أهمية أن يطلب الإنسان الصفح والعفو من أخيه هل لها علاقة بقبول فريضة الحج أو هي مسألة فقط كجانب أدبي ليس إلا لا بل هي من أعمال التقوى ولئن كان قبول الحج مشروطا بتقوى الله سبحانه وتعالى فلا ريب ثم إن كان عليه حق مادي أو معنوي فإن اعتذاره إليه وطلب العفو منه آكد في حقه لأن ذلك الآخر له عليه حق فلا بد أن يوفيه حقه وإن كان قل انتقص من قدره أو تعرض لعرضه فإن عليه أن يعتذر إليه وأن يطلب منه المسامحة وذلك أدعى إلى قبول عمله فلا ينبغي له أن يتهاون في هذا الأمر هل يفعل ذلك ممن بالفعل بينه وبين تجاذبات سابقة أم يفعل ذلك مع جميع أرحامه وأقاربه الأولى أن يحرص على أن يبسط خلقه للجميع وأن يبذل نفسه بطلب العفو والمسامحة من كل الناس الذين عاشرهم وتعامل معهم فمن منا كامل في تعامله مع الناس كلنا مقصر وقد لا ينتبه قد لا يقصد أن يسيئ إلى أحد أو أن يقصر في حقوقهم قد لا يشعر أو لا يدرك ولعله نسي ذلك في لحظات حياته فلا ينبغي له أن يتهاون ولكن هذا لا يعني أيضا أن يأخذ هذا الأمر بغير جد لأن بعض الناس يظن أن المقصود هو مجرد إبراء الذمة من غير أن يقصد إلى حقيقة طلب العفو والمسامحة من إخوانه وأقاربه وأصحابه لا بل عليه أن يكون قاصدا لذلك وأن يبسط خلقه لهم وأن يبذل لهم من محاسن القول ما يستل من نفوسهم ما لعله قد ركد فيها من رواسب هذه النفوس حينما تتعاشر أو حينما يعاشر بعضها بعضا نذكر برقمنا وخاصة للإخوة الذين يستنعون إلينا عن طريق الإذاعة 249-4-3-7-0-8 مرة أخرى 249-4-3-7-0-8 وهناك أيضا مواقعنا على شبكة المعلومات العالمية فضل الشيخ ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مهمة بالفعل معلوم أن فريضة الحج واجبة على كل مسلم يجد الاستطاعة إليها لكن البعض ينظر إلى أن هذا الواجب ما دام الإنسان قد توفرت له الاستطاعة عليه أن يؤديه بأي طريقة كانت فلا يرى أنه يحق لأي جهة أن تمنعه تحت مسميات إجراءات رسمية أو محاصصة عددية فيقرر أن يذهب بدون تصريح وبدون تحصينات طبية ربما لأنه لا يمتلك البطاقة كيف تنظرون إلى هذا التصرف؟ في أغلب الأحيان يكون مثل هذا التصرف مدعاة إلى الضرر والإضرار إلى إيذاء النفس وإيذاء الآخرين شاء هذا القاصد إلى الحج أو أبا يفضي به الحال إلى أن يعتدي على حقوق غيره وإلى أن يزاحمهم فيما بدلوا فيه الأموال وفيما تقيدوا فيه بالأنظمة التي ما قصد منها إلا تيسير أدائهم لمناسك الحج وتنظيم أداء هذه الأفواج التي تأتي من كل فج عميق لأداء مشاعر الحج في تلك العراس المقدسة الطاهرة فهو إن لم يؤذي غيره سوف يلحق الأذى والضرر بنفسه وسوف يعرض نفسه لكثير من المشاق والمتاعب التي تبعده عن روح العبادة ومعناها وجوهرها والتي تنآ به عن حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى فيظل في ضياع وشتات من أمره لا يتمكن أقول في أغلب الأحيان لا يتمكن من أن يجمع همته وأن يصفي قلبه وسريرته ذاكرا لله عز وجل مؤديا لما عليه من مناسك مستشعرا لقدسية المكان والزمان ومتمليا في المعاني والتجليات التي يجب عليه أن يتأمل فيها حينما يؤدي مناسك الحج لأن الحال يؤدي به كما قلت إلى أن يزاحم غيره وإلى أن يعتدي على حقوقهم وإلى أن يتسور على الأنظمة وقد يدفعه وقد رأيت جملة من الناس لجأوا إلى التدليس وإلى الزعم على سبيل المثال حينما يكونون محرمين ثم يأتون إلى منافذ المشاعر المقدسة أو منافذ مكة المكرمة فإنهم يحلون إحرامهم قصدا حتى يجاوزوا النقاط المعدة لذلك ثم بعد ذلك يلبسون ملابس إحرامهم ما الذي يدعوهم إلى ذلك وهم في عبادة كان الواجب أن يكونوا فيها أتقياء أنقياء مع الله سبحانه وتعالى وأن يحرصوا على أن يتجنبوا الوقوع فيما يسخطه جل وعلا والله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله ولذلك فإن نصيحة لإخوان الراغبين في أداء الحج تتمثل في أن يتقيلوا بهذه الأنظمة وأن يحرصوا على أن تكون عبادتهم التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى خالصة لوجهه الكريم وأن يوافقوا شروطها الشرعية وأن لا يفقدوا روحها وجوهرها فهي ليست طقوسا تؤدى أو أقوالا تقال باللسان بل هي خفقة قلب وهي نبضة ضمير وصلة وثيقة تغشى قلب هذا المؤمن وهو في تلك الأماكن وفي تلك العراس المقدسة الطاهرة حينما يذكر ربه ملبيا مهللا مسبحا ذاكرا حينما ينتقل من مشعر إلى آخر حينما يكون في ميناء أو ينتقل إلى صعيد عرفات أو يبيت في المزدلفة أو يصبح بعد ذلك في يوم العيد أو يرمي الجمرات أو يطوف بالبيت كل هذه المناسك والمشاعر تستدعي أن يجمع المرء همته وأن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى متحريا للصواب حريصا على الصدق والأمانة والنزاهة وعلى إخلاص القول والفعل لله تبارك وتعالى ولذلك فإن الذي يتسور على هذه الأنظمة لا يتحقق له كثير من ذلك بل في الغالب لا يسلم من إيذاء غيره أو الإضرار بغيره وإيذاء نفسه كذلك ونحن إذا قلنا في استطراد خفيف يسير إذا رأينا أحوال الناس في كل رحلة يعدون لها فإنهم يحرصون على ما يجلب لهم أكبر قدر من المنافع في رحلتهم تلك سواء كانت لعلاج أو لطلب علم أو لسياحة مشروعة فإنك تجد أن عموم الناس يحرصون على التخطيط لها والتنظيم لها ومعرفة تفاصيلها والإعداد لها الإعداد الجيد واختيار الشركات اللائقة المناسبة التي تسهل لهم تحقيق أغراضهم المشروعة فكيف بفريضة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر كيف بحجة الإسلام يهمل فيها المسلم هذا الإهمال ويقع في هذه المخالفات الشرعية ويتهاون فيتسور ويقع فيما يسقط الله سبحانه وتعالى وهو متلبس بحالة من العبودية لله عز وجل أو ينبغي له أن يكون كذلك سبحان الله أكزاكم ندخل فضل الشيخ أعزائنا الكرام فاصل قصير بعده نستقبل المكالمات بحول الله أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا الكرام في حلقة تتحدث عن مفاهيم حول شعائر الحج نستقبل الآن مكالمات الأخ سيف العوفي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يمسيك بالخير والنور الأخ سيف فضيل الشيخ كهلان كيف حالك حياكم الله الأخ سيف بارك الله فيك أهلاً بكم الأخ سيف لدي بعض التساؤلات أخ سيف سؤال الأول دائماً ما يتردد في ألسنة الناس بأن فلان استأجر أكثر من حجه فإلى أي مدى يمكن للحاج أن يحج أو يؤدي أكثر من حجه كما يتصوره البعض كتأدية العمرات في الرحلة الواحدة إلى الديار المقدسة أكثر من عمره سؤال الثاني بعض الناس هداهم الله يؤخر حجته إلى مرحلة متقدمة من العمر ظناً منه أنه إذا أدى فريضة الحج وبعد رجوعه وارتكب خطأاً أو شيء من الكبائر أن حجته بطلت وفسدت ويلهيه الأمل والشيطان ويؤخر ذلك إلى الاستقامة الكاملة بحيث لا يقع في خطأ ولا كبيرة فما بيان فضيلتكم لأمثال هؤلاء وهل الوقوع في الخطأ يفسد عبادة الحج؟ سؤال الأخير ما هي الصفات أو الضوابط والشروط للشخص المستقر عن غيره؟ شكراً لأخي شكراً لأخي شكراً لك الأخ محمد بن عبد الله محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً لأخي محمد الحمد لله نشكر الله أياك الله الله يبارك فيك ممكن أن أسأل أسماء؟ تفضل الأخ محمد سؤالي لفضلة الشيخ إذا شخص حق يعني عشر مرات ولأنه يقبل على الحق رقم الحادي عشر نعم بينما قريب يعني ما عنده استطاعه الذهاب إلى الديار المقدسة لظروف مادية فإن الأولى يعني الأولى أنه يقدم حجته بعدما حجه عشر مرات أو التوجيه من فضيل الشيخ معنا الأخ محمد وعليكم سلام وعليكم سلام وعليكم سلام وعليكم سلام وعليكم سلام أهلا بك الله سليمان أهلا بك ومرحبا الموضوع عن الحج تفضل نعم عن الحج مثل السؤال الشيخ كهلان الشيخ الكهلان أقول كيف حالك؟ حياك الله يا أخي بارك الله فيك سؤالي بالناحية ما يتعلق ما يراد في كتب عن الحج أن من أخطأ عليه دم فمثلا تسقط منه ثلاث شعرات مثلا نقول أنه تعمد أن أسقطها وهم في حالة أنه محرم فقال عليه دم أو أن الأسقط واحدة عليه أن يدفع بعشر ريال أو كذا ما هي الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك؟ السؤال الثاني بعدها إذا كان عليه دم هل يجوز له أن يأكل منها الذبيح التي يلبحها ورفقه أم توزع لفقراء المكة؟ وكيف يعرف الآن فقراء المكة؟ يعني المكان كما أنتم تعلمون الآن يعني كأن لا أحد يسكن فيه من أهل مكة؟ فهذا سؤالنا الأول السؤال الثاني بالنسبة لي من ذهب إلى الحج أكثر من مرة ولكن للأسف يعني تجده بعد ما يعود للحج تصرفاته تصرفات ما كأنه ذهب إلى الحج يغتاب وينمم ويسب يعني ليس كأي يبقى على طريق الاستقامة وإنما تجده يعني كأنه لم يذهب إلى الحج حاله من حال عوام الناس السؤال الثالث والأخير من ذهب إلى الحج ويعني تشكك في طواف الإفاضة بأنه قد يعني ربما يلتزخ قسمه بأحد النساء أو كذا وأنه كأن حجه ناقض هل يعني من توقع في هذا التشكك يؤثر على حجه أم يبني على اليقين؟ وشكرا طيب شكرا قزينا للأخ سليمان أخيرا لأخ عبد الله المشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأخ عبد الله أهلا بك كيف الحال دكتور سيف؟ الحمد لله نشكر الله كيف الصفحة؟ أعزاكم بخير الله يكرمك الحمد لله نشكر الله السلام عليكم قضية الشيخ الدكتور كهلان عليكم السلام ورحمة الله حياك الله نهنيكم بياذي اليام المباركة الله يهنيكم الخير يا أخي بارك الله فيك وعساكم إن شاء الله منك وعيد الأضحى المبارك الله يبرك فيك جميعا شكرا جزيلا تفضل لأخب بلغنا إن شاء الله وإياكم ويعود الله على جميع المسلمين أمت المسلمين جميعا أمت الإسلام جميعا الإسلام العربية والإسلامية الله يبرك شكرا أخب الله تفضل لأخب الله دكتور سيف نعم عندي سوالة لنفرضك تفضل عندك عبدالله بن ناصر المشربي أهلا بك ومرحبا الله يبرك فيك تفضل لأخب أهلا بك تفضل الأول إذا الشخص عليه دين سيارة دين سيارة من سقرم البنك وهو يقطع من راتبها شهريا شيكات يعني نعم أضفات نعم وتفضل الثاني إذا شخص متوفي ودافع وأهل دافعين عنه يعني حجه هيج عليه المستاجر حق الميت أو المستاجر الحجه هيج عليه على الحاج وهيج على الموجه وشكرا لكم وكل عام والجميع بألف خير الله يبارك شيكو أنت بخير وسرور فضل الشيخ نعود إلى الموضوع الأول البعض يقول بأن لو ذهب مع حملة مرخصة سيدفع أموالا كثيرة لا يستطيعها ولكن عندما يذهب مع حملة تتجنب هذه التصاريح سيدفع أموالا قليلة فهل الاستطاعة عندئذ ستكون ملزمة له سيكون مستطيعا لو حصل على هؤلاء الذين يدفع لها أموالا قليلة أم أنه ليس مستطيع هي القلية في التصوره عما يمكن أن يواجهه عندما يؤدي هذه المناسك نعم لو كان مطمئنا إلى أنه لن يؤذي أحدا ولن يقع في مشاق غير مشاق الحج لأننا نعلم أن فريضة الحج هي عبادة مالية بدنية ففيها مشقة ملازمة لها مشقة مقدور عليها لكنها مصاحبة للحج لا يصح أيضا أن يتكلف أو يظن أن المشقة يسعى إليها وعلى المرء على الحاج أن يتطلبها فلو كان الأمر كذلك لقلنا نعم هو في سعة وله أن يذهب كيفما شاء لكن الواقع يؤكد أنه لا يتمكن من ذلك الكثيرون ممن ذهبوا بهذه الطريقة أوقعوا أنفسهم في حرج شديد ورأينا يعني رأيناهم وهم يتمنون أن لو كانوا قد انضموا إلى حملات مرخص لها وتقيدوا بهذه الأنظمة لأنهم رأوا آثار ذلك على عبادتهم وعلى رفقتهم وهذا هو الحرج الذي نتحدث عنه هذا هو الإيذاء والمشاق التي نتحدث عنها فلما كان الحال كذلك وكان الذهاب إلى الحج مشروطا أن يكون وفقا لهذه الإجراءات فلا يصح للمسلم كما قلت أن يتسور عليها لا سيما وهو يؤدي فريضة الحج وهو يؤدي عبادة من أركان هذا الدين لا سيما حينما قارننا ذلك بما يخطط له الإنسان حتى داخل بلده داخل وطني حينما ينتقل من مكان إلى آخر فإنه لا ريب يتقيد بالأنظمة المتصلة بالسفر والتنقل واستخدام السيارة والمرور وغير ذلك وآداب الزيارة إلى كل ما يكتنف رحلات الناس من مكان إلى آخر فمن باب أولى أن يكون هذا التقيد والالتزام ألزم في حق أداء هذه العبادة نقف قليلا مع سيرة الإخوة في الفيسبوك الأخ علي الشيبان يقول صارت الوظيفة في الوقت الحاضر عند أغلب الناس المصدر الوحيد للدخل بحيث يقع الموظف بالحرج المادي لو انقطع الراتب ولو شهرا واحدا السؤال الآن ما حكم من لم تأذن له جهة عمله للذهاب إلى الحق هل تنتفي عنه الاستطاعة وبالتالي يسقط عنه وجوب الحق صدر سؤاله يقول بأنه غير ذي استطاعة مالية نعم لأنه لا يملك مدخرات فقوام حياته إنما هو على الراتب وقد أضاف إلى ذلك أن جهة عمله لم تأذن له بالذهاب وبالتالي فقد سقطت عنه الاستطاعة ومتى ما تحققت شروط الاستطاعة فإنه يذهب بإذن الله تعالى إلى الحج أما فيما وصف من حال فالاستطاعة منتفية والله تعالى أعلم الأخ سلمان الخاطر يقول سؤالي عن مجموعة من الشباب أرادوا أن يجمعوا بعض المال للحق عن زميل لهم توفاه الله أثناء أداء واجب العمل وأراد هؤلاء الكوكب من الشباب أن يبروه بعمل حجة عنه مع العلم بأنه كان مقتدرا فهل يستمر فيما نوو أم يجعل هذا المال لأولاده الأيتام ويحج عنه من خالص ماله أولا نواسيهم في فقيرهم ونقول بأنه انتقل إلى جوار رب كريم ثم يعني نثني على رغبتهم في بره ووصله بعد مماته وهذا من حقوق الصديق على صديقه أن يبره بعد مماته بالعمل الصالح بالصدقة بالدعاء له فهذا مما ينتفع منه الميت وهو من البر الذي يكون بعد الوفاة لكن ما يتصل بالحج فإن الأولى أن يكون ذلك من تركة الميت لا سيما إن كان قد نص عليه في وصيته وإن لم يكن قد نص فإن كثيرا من العلماء المحققين يقولون دين الله أحق أن يقضى وقضاء هذا الدين ينبغي أن يكون من تركته وأولياؤه أحق به أي أولياء الميت أحق به فيما يتصل بهذه الحقوق التي هي لله سبحانه وتعالى ولذلك يمكن لهم أن ينشئوا له صدقة جارية أو يدخلوا ما جمعوه من أموال في شيء من المشاريع الخيرية أو أن يجعلوه لورثته إن كانوا في حاجة اللهم إلا إذا استأذنوا الورثة فيما عزموا عليه من أمر جمع أموال لأجل الذهاب إلى الحج وأذن لهم الورثة في ذلك فهذا باب هو باب واسع لكن ما كان ينبغي لهم أن يتعجلوا لا سيما وأنهم يقولون أن فقيدهم كان ميسور الحال فلذلك كان أولياء أهله أحق به من غيرهم من الناس وأبواب الخير كثيرة ونحن كما قلنا مع ثنائنا على صدق نيتهم ومقصدهم وعلى ما عزموا عليه من بر فقيدهم فإن أبواب الخير واسعة ولهم أن يطرقوا منها ما يصل أجره إليه بعد مماته وقد ثبت أن الصدقة الجارية يصل ثوابها إلى الميت وكذا الحال بالنسبة للدعاء والله تعالى أعلم نعم نمر مرورا سريعا على أسئلة المتصلين لأن مجموعة من الصور نريد أن نعالقها أيضا فضل الشيخ لخصيف العوفي يقول هل يمكن للإنسان أن يستأقر أكثر من حجه في عام واحد لا يصح له ذلك لأن ذمته تكون مشغولة بالنسك الذي يؤديه وهذا النسك له توقيت زماني ومكاني لا تفرع لا تمرأ ذمته إلا بتحلله منه وبالتالي يكون قد فاته أن يؤدي حجة أخرى أما ما يتصل بأداء العمرة فإنها يمكن أن تكون بعد أيام التشريق والله تعالى أعلم نعم يعني أن يؤدي أكثر من عمرة فليكن ذلك بعد أيام التشريق يسأل أيضا أن الناس بالفعل ينظرون إلى فريضة الحج وهي حجة الإسلام كما تفضلتم يحتاج معها الإنسان أن لا يرتكب شيئا من المحذورات بعد رجوعه ولذلك البعض يؤخرها إلى أن يكون كبيرا في السن حتى لا يرتكب شيئا يصح هذا؟ الواجب على المسلم أن يكون حريصا على أن لا يقع في شيء من المحذورات وأن لا يرتكب شيئا من المنهيات في كل أحواله لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى الخبير البصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نعم إلا أن ذلك يتأكد في حقه حينما يريد أن يؤدي فريضة الحج نعم لأنها لا تجب إلا مرة واحدة في العمر ولأنه يتوخى أن يكون عند الله تعالى من المقبولين وأن يرجع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه وكما قال أيضا مبشرا هذا الذي يؤدي حجة مبرورة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فيتوخى المسلم ذلك فيكون الحج في حقه دافعا آخر يحرص به على التقوى وعلى حسن الاستقامة وعلى المداومة على الطاعة لكن هذا لا يعني أن لا يخطئ الإنسان فالله سبحانه وتعالى قد ذكر المتقين وحينما ذكر صفاتهم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال أيضا في حقهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ولذلك فلا ينبغي أن يؤجر الحج بهذه الدعوة بل عليه أن يبادر حتى يعينه الحج على الاستمساك بحبل الله المتين وعلى السير على الصراط المستقيم نعود إلى موضوع الاستئجار الأخ سماعي للراشدي من التويتر يقول هل يمكن أن يؤجر شخص لأداء الحج عن شخصين يعني شخص يؤدي أداء الحج عن شخصين أظن نفسه الأخ سيف العوبي نعم أما إذا كان يقصر أن يؤجر عن شخص واحد يعني يؤجروا شخصين مثلا فهذه فيها خلاف وجملة من الفقهاء يرخصون لأن كل منهما يؤدي الحج عنه وكل منهما مشغول بذمته بنفسه وإن كان يؤديان عن نفس الشخص فلا يظهر أن هناك مانع من مثل هذه الصورة والله تعالى أعلم لأخ محمد بن عبد الله بسيما إن كان أداء لوصايا وقد كتب فيها الكثير من الحجج فلا مانع من ذلك لأخ محمد بن عبد الله يقول شخص حق عشر مرات ولله الحمد وله قريب لا يستطيع أن يصل الحق لا يمتلك الاستطاعة هو الآن يريد أن يحج الحادية عشر هل في هذه الحالة يساعد قريبه لأداء هذه الشعيرة أم نعم نصيحة له أن يساعد قريبه لأداء هذه الفريضة فيغنم الثواب ويكون سببا في أداء مسلم لفريضة الحج وأبواب الخير كثيرة وله بعد ذلك أن يؤدي ما شاء من عمرة وحج في مستقبل الأيام نعم والله تعالى أعلم الأخ سليمان ليحيائي يقول هل هناك أدلة تدل على أن الإنسان إذا أخطى عليه دم نعم نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على الفدية نعم في من أصابه أذن من رأسه فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نعم فخير هنا في الفدية بين الصيام أو الصدقة أو النسك وقد بيّنت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفدية في الصيام وفي الصدقة والنسك فما أخذوا هذا التعبير الذي يجده عند الفقهاء أو بعض طلبة العلم أن عليه دمهم يقصدون بأن عليه فدية نعم وهذه الفدية تكون بحسب محظور الإحرام الذي ارتكبه المحرم فبحسبها تكون الفدية هذا هو المبدأ العام ولكن يقصد من ذلك في الغالب يعني هو أشار إلى إزالة شعر أو شعرتين هذا في المتعمل في الشعر الحي أما فيما كان شعرا ميتا ولم يتعمل المرء ولم يقصد إزالته فإن ذلك معفو عنه والله تعالى أعلم نعم طيب فضل الشيخ يقول أيضا عندما يقدم هذا النسك هل يصح له أن يأكل منه ومنهم هؤلاء الفقراء غيره من من يعرف لكي يوصلوها إلى مستحقها نعم وهم الذين يعرفون الفقراء الذي هو تساءل عنه نعم طيب نأخذ سؤاله الأخير لأن الوقت لا يكفي الذي يتشكك في طواف الإفاظة يظن معها أن وضوءه قد انتقض أثناء احتكاكه بجسم امرأة أو شيء من هذا القراءة هل يقف عند هذا الشك أم يمضي يمضي لا يلتفت إليه ولا يتبع نفسه هواها أيضا إن لم يتعمد ملامسة الأجنبيات من النساء فلا ينتقض وضوءه بذلك وإن حصل عند التزاحم وحدثته نفسه بسوء فإن عليه أن يستشعر هيبة المقام وأن يتذكر الله سبحانه وتعالى وأنه في بيته في أعظم بقعة وأطهرها فعليه أن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يتقيه حق التقوى فإذا فعل ذلك ودافع تلك الوساوس عن نفسه فلا حرج عليه بإذن الله تعالى بإذن الله الأخ عبدالله من كانت عليه أقصاط سيارة هل يعتبر مديونا وبالتالي لا يصح أن يذهب إلى الحج هو لا ريب هو مدين نعم طالما أن عليه أقصاطا فهو مدين لكن ليس كل مدين لا يؤذن له بالذهاب إلى الحج لأن الدين الذي عليه إن كان كما يقال مجدولا سداده له سداد هذا المدين لهذا الدين منتظما نعم وذهابه إلى الحج لا يؤثر عنده أموال أخرى فذهابه إلى الحج لا يؤثر على سداده للدين أو أن الدائن قد أنسأ له فلا حرج عليه في الذهاب نعم الذي يستأجر حج عن متوفة هل يطالب بإجراءات معينة كأن ينطلق من بيت المتوفة مثلا أو يصلي في بيته ركعتين كما يقول الناس لا يشترط ذلك والصحيح أن صلاة الركعتين عند عزم الذهاب على الحج سواء كان يحج عن نفسه أو يحج عن غيره غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا رب أن الصلاة خير موضوع لكن الظن بأن ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه شرع للذاهب إلى الحج هذا غير صحيح والحديث الوارد فيها حديث ضعيف لا تقوم به حجة أما ما الذي يشترط عليه فأهم شرط في من يستأجر عن غيره الأمانة لا بد أن يكون أمينا في أدائه للمناسك وفي حرصه على تحر مرضات الله سبحانه وتعالى وعدم الترخص وأداء المناسك على أكمل وجه لأنه يتحملها عن غيره فهو أمين لذلك لا بد أن يستشعر هذه المسؤولية حينما يؤدي عن غيره هذه الفريضة وعلى من أجره أيضا أن يبره في الأجرة وأن يحسن إليه وأن يتخير الأمين الفقه لأن قضية الفقه أيضا من القضايا المهمة فلا ريب أن عليه أن يختار من كان عنده علم كاف يمكنه من أداء المناسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن فقيها فليختر النوع الذي النوع الوقاف الذي لا يقدم على شيء ولا يتسور على حدود الله سبحانه وتعالى حتى يرجع إلى أهل العلم فيسألهم فيتبين الحكم فينضي أو يقف والله تعالى آمن نعم آمن نعود فضل الشيخ للنقاط التي كنا قد تحدثنا عنها في البداية عند الوصول إلى مكة الذي يتعارف عليه الناس وقد تعارفوا عليه منذ زمن أنهم عندما يصلون فإن أول شيء لا بد أن يقوم به أن يذهبوا إلى الطواف وأن يتحللوا من العمر حتى ولو وصلوا في وقت متأخر من الليل أو وصلوا وقد أنهكهم التعب لأنهم عندما يرتاحون معنى ذلك أنهم آثروا الراحة على العبادة من الناحية الشرعية فضل الشيخ هل يتنافى أخذ الراحة مع ما تتطلبه العبادة من الإجهاد والتضحية لا تنافي أبدا بل المطلوب أن يؤدي المسلم هذه العبادة وهو قادر على استحضار خشية الله سبحانه وتعالى وعلى الخشوع فيها وعلى استلهام العبر والعضات والمعاني وتذكر الحكم التي أودعها الله سبحانه وتعالى في مناسك الحج حينما ينتقل بين تلبية إلى طواف بالبيت إلى سعي بين الصفا والمروى وهكذا يقال في مناسك الحج فإن عليه أن يكون حاضر القلب حاضر الذهن مستشعرا للمعاني الإيمانية الروحية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في تلك العراس الطاهرة وهذا يتطلب منه أن يكون مرتاحا نفسي طيبا وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما أتى محرما لما وصل إلى ذيطوى كما في رواية ابن عمر في الموطأ وعند غيره أيضا فإنه بات فيها صلى الله عليه وسلم وأصبح واغتسل ثم ذهب وترك التلبية ثم ذهب وذيطوى في الحرم فأدى مناسك العمرة صلى الله عليه وسلم وهكذا الحال في سائر المناسك التي يؤديها المسلم وهنا تنبيه لأن كثيرا من الناس للأسف الشديد لا يستشعر معنى قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا يستشعر معنى الاختصاص هذه الإضافة إلى ياء المتكلم قل إن صلاتي ونسكي التي تفيد الملك تفيد الاختصاص أن هذه العبادات هي قبل أن تكون عبادات مفروضة واجبة عليك هي حق لك ينبغي لك أن تشعر بلذتها وأن تجد حلاوتها في قلبك لأنها مما تستأثر به في صلتك بالله سبحانه وتعالى ولذلك جاء هذا التعبير قل إن صلاتي ونسكي ولذلك فلا يصح أن يجعل همه حينما يدخل في العبادة متى ينتهي وهذا هو الذي يدفع الناس إلى التعجل ولو كانوا في غاية الإرهاق والتعب والنصب إلى الرغبة في التخلص من الحالة التي هم فيها وما دروا أنهم في حالة عبادة وأنهم بإحرامهم ذلك هم أجورون وأن عليهم أن يؤدوا المناسك التي عليهم في طمأنينة وهدوء وخشوع وسكون نفسه وهذا لا يتحقق إلا حينما يستشعرون حلاوة كل منسك يقومون به ولذلك ينبغي للحاج أن يبعد عن نفسه هذا الوسواس الذي ينتابه متى ينتهي متى يتخلص من هذه الحالة فيكون غاية ما يتمنى هو أن يتقرد وأن ينتهي من هذه بأي وجه من الوجوه وبأي طريقة كانت بل عليه أن يستشعر تجليات تلك العبادة مهما كانت الظروف ومهما كان الزحام من حوله فليأنس إلى نفسه إلى ربه جل وعلا رغم كل تلك الظروف وليستشعر روحانية هذه العبادة التي يؤديها جزاكم الله خير فضل الشيخ كنا نتمنى أن يطول بين المقام لأن مجموعة كبيرة من الصور أيضا تحتاج إلى معالقة شكر الله لكم دارك الله عزائل الكرام نشكر في نهاية هذا اللقاء فضل الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة ونشكركم أيضا على حسن اتباعكم ومشاركتكم أيضا عبر الوسائل المعروفة نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة قادمة لنناقش موضوعا آخر إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير سؤال الذكر يتحفنا بنور العلم والفكر بفقه بل بتفسير بهاتي الدين والذكر سؤال الذكر يتحفنا بنور العلم والفكر بفقه بل بتفسير بهاتي الدين والذكر بآيات نعيش بها لنجني أجمل الدرري بآيات نعيش بها لنجني أجمل الدرري ونسأل فيه عن حكم لأهل